تم اليوم تنصيب عبدالقادر شافي بصفته رئيساً مديراً عاماً للشركة الفرعية نفطال وقد تم مراسم التنصيب بمقر المديرية العامة لسونطراك بحضور أعضاء مجلس إدارة نفطال المدير جديد لشركة نفطال كان قد شغل قبل ذلك منصب مدير جهوي لنفطال بعدة ولايات من الوطن والتحق بالنفطال سنة 91 تسعمائة وألف عند ارتقى جميع الرتب الوظيفية إلى أن تم تعينه سنة 2021 كمدير تجاري فرع التسويق بالمديرية العامة بذات الشركة